الاتقان هل أنت مستعد لشجار لا أعتقد أنه من المفترض أن أستخدم عبارة شجار الحنات كراجل متدين ولكن في هذه الحالة فإنني أقف مكتوف الأيدي حقا هل يمكنك التفكير في عبارة أخرى تعبر عن شدة العراق لا أستطيع ربما شجار الطعام أو شجار نزهة الكنيسة ولكن لا يضاهي أي منهما غضب الشجار الحانة بمعناه المعروف والطريق الرائع دائما ما يكون متاحا لهذا النوع من الغضب إن الحلم الذي لا تقاطب من أجله ليس حلما إنه مجرد غفوة ورغم أن الغفوة مبهجة ويمكنك الاستمتاع بها جيدا بعد ظهر يوم الأحد إلا أنها لا تفعل سوى القليل جدا كي تقربك من الطريق الرائع إذ إن الغفوة تحدث التغيير فقط على فترة الظهيرة بالنسبة لك أما عن نبدأ الروعة فهو يحتاج إلى تغيير العالم الخاص بك وهذا هو سبب حدوث جار الحانة بيني وبين ديف رامزي عندما أردت تسمية كتابي الأخير كويتر لم يوافق ديف على هذا الأمر حيث شعر أن العنوان سلبي جدا ولن يبدو رائعا وأخذنا نفكر في الأمر عبر عدد قليل من رسائل البريد الإلكتروني حتى قررنا أخيرا عقد اجتماع كنت في نوبة غضب كما اعتقدت أنه في مرحلة ما لن أحزو حزو ديف رامزي بعد الآن ربما بحلول عام 2032 يمكن أن يحدث ذلك لكنه قد باع ملايين الكتب وله شخصية معروفة في الساحات ويقدم نصائح كل أسبوع لخمسة ملايين شخص عبر برنامجه الإزاعي بل إنه رائد الأعمال الذي بعد أن شق الطريق عائدا من الإفلاس أمضى العشرين عاما الماضية في بناء مشروع تجاري ناجح كان يقاتل ويصلح الأشياء طوال الوقت وفي عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت الاجتماع تدربت على الخطاب المصغر الذي كنت سألقيه عليه كنت بإعداد مكتب في منزلي بعد ظهر يوم السبت كي أتمكن من التدرب على كيفية جلوسي وما هي الحركة التي سأفعلها بزراعي هل أعتمد على يدي اليسرى بينما أشير بيد اليمنى للتأكيد على ما أقول؟ وأي زراع أقوى ما ترى؟ هل أضع زراعي أمام بعضهم البعض لأثبت الجدية؟ أما أن تلك لغة جسد سيئة أعددت كل شيء من أجل اجتماعنا المقرر لانعقاده في الساعة أربعة ونصف مساء وفي يوم الساعة تسعة خمسة وثلاثون سباحا رن هاتفي لأجد رئيسي في العمل يقول مرحبا ديف في مكتبي ويريد التحدث عن عنوان كتابك أوه قام بتغيير الوقت حركة زكية يا ديف حركة زكية بالفعل لذا سعدت إلى المكتب وأنا متعرق ومرهق قليلا ثم جلست أخبرته لماذا يجب أن يكون العنوان هكذا؟ أخبرته أنني اتركت ستة وظائف من السمال التي حصلت عليها في حياتي وأنه في آخر وظيفتين قد طردت من أحدهما وطلب مني ترك الأخ الأخرى أخبرته بمساوى وظيفتي السابقة كدليل على أنني بالفعل رجل متعدد الاستقالات باستمرار كنت قلقا بشأن ما سيقوله بعدما أستمع إلى تاريخي لكن كان علي أن أقاتل من أجل اللقب الذي آمنت به لأنه كان ذا أهمية بالنسبة لي ولم أكن أعرف ذلك حتى دخلت في تجار حول الموضوع ساعدتني معارضته للأمر على تحديد حلمي حيث أظهر لدي شغفا جديدا وطاقة جديدة من أجل العنوان والكتاب لقد قدمت عشرات الألقاب الضعيفة الأخرى إلى فريق العمل لكنني لم أهتم بها لم أهتم بالأمر حتى حصرت في زاوية وأجبرت على المحاربة لأن حلمي بالكتاب بدأ يتبلور حقا وهذا هو مفهوم الطريق إلى الأعمال الرائعة سوف تتسخ يدك في مشاجرة في الحانة ستدخل إلى شجار في اجتماع وتبزل الكثير من الجهد فالنمط الرائع ليس شيئا تقليديا وهناك دائما درجة من درجات الشجار درجة من درجات المعارضة وحينما تسعى وراء روعة حياتك الحقيقية لن تتراجع عن القتال مرحبا بكم في ميدان الإتقان حان الوقت لبزل الجهد والعراك بشدة قضيت بعض الوقت في إعداد التأهيل في عام 2008 قررت أنني أريد أن أكون متحدثا عاما وقد كان ذلك الشيء الثاني الذي أردت أن أتعلم كيف أتقنه بعد الكتابة امتلقت الأمل والشغف والرغبة الكبيرة في أن أكون متحدثا عاما لكن تمثلت المشكلة الوحيدة لأنه لا أحد غيري كان مهتما بذلك يحلز أحد معي كي أذهب للتحدث أمامه وكان ذلك قرارا جيدا من جانبهم لأنني كنت سيئا للغاية لكنني وقعت في حلقة مفرغة لا تختلف عن ذلك التي يكتشفها خريج الكوليان عندما يستضمون بالعالم الحقيقي بحثا عن وظيفة وهي حلقة معتادة عند دخولك ميدان الإتقان حيث لا تمتلك الخبرة بعد والطريقة الوحيدة لاكتساب الخبرة هي الحصول على وظيفة لكن كل وظيفة تقدم إليها تنص على أنك ما زلت بحاجة إلى الخبرة وتظل تدور في الدائرة ذاتها حتى تجد صغرة في النظام والتي تكون في آخر مكان ينظر إليه أي شخص وهي إعادة التأهيل كان هناك برنامج لإعادة التأهيل في كنيسة قريبة لنا حيث كان لديهم 12 شخص يسكنون هناك في أي وقت وقد كانوا دائم البحث عن متحدثين لأنه لا أحد يستهدف مجموعات إعادة التأهيل وأعلم أنك عندما تطمح أن تكون متحدثا عاما عليك أن تستهدف حشودا ضخما من الجماهير على منصات هائلة إلى جانب شيكات الأموال الطائلة وأن التحدث إلى 12 شخص يمرون بواحدة من أسوأ فترات حياتهم بالمجان ليست لحظة تطمح لها لكن لماذا فعلت ذلك؟ كان الأمر رائعا وقد كان أحد أحلامي أن أتشارك الأمل مع الناس أن أتحدث عن مجموعة من الأشخاص الذين يحتاجون بعض التشجيع ففي بعض الأحيان ننشغل في انتظار السياق الكامل الذي كان دائما في رؤوسنا من أجل البدء في أن نصبح رائعين ويعط هذا خطأا فادحا حقا والطريق الرائع يبدأ في اللحظة التي تفعل فيها ما تحب أن تفعله وطالما أنك تحبه فالبيئة المحيطة لا تهتم هل تتذكر منذوبة خدمة عملاء شركة أبل؟ لن يسمح لك أن تقوم بجهد قليل يتعلم الأشخاص في إعادة تأهيل كافية التواصل بصدق لذا لن يسمح لك أن تقوم بجهد قليل خلال الخطاب وإنما كان علي أن أتحدث بعمق ومن صميم قلبي وقد كانت تلك التجربة لا تقدر بسمن لا أحد آخر كان ليفعل ذلك هل تعرف كم عدد المتحدثين الآخرين الذين سألوا مركز إعادة تأهيل عما إذا كان من الممكن أن يتحدثوا هناك في نفس الشهر الذي تحدثت فيه وبالنسبة لشخص سيء في التحدث العام كان هذا هو مستوى المنافسة الذي كنت أتعامل معه لم أفعل ذلك سوى بضع مرات لكنني أحببته وبعد سنوات قليلة من التحدث هناك اقترب مني شخص ما بعد أحد المؤتمرات وقال سمعتك في المرة الأولى عندما تحدثت كنت حينها في إعادة تأهيل وقد عني ذلك الكثير بالنسبة لي هل تريد أن تكون أكثر روعة في أي شيء اخترت إتقانه؟ فأثر على نسخاتك الخاصة من شيء مثل إعادة تأهيل فأثر على مكان ما يمكنك التدرب فيه على أن تكون رائعا احصل على الخبرة إذا كنت لا تحاول أن تكون متحدثا عاما فما الذي يبدو مثل إعادة تأهيل من نسبة لك؟ أفضل ثلاثة أشياء يمكنك القيام بها للحصول على بعض الخبرة هي تطوع اجغل وظيفة بدوام جزئي اتخذ قائدا لك لا تعتبر أي من هذه الخيرات مثيرا بشكل خاص لكنها فعالة بشكل لا يصدق تطوع يقول لي أصدقائي أحيانا الأمور المثل سأبدأ منظمة غير ربحية وعندما أسأله ماذا يعني ذلك؟ يقولون لقد سجلت حسابا على تويتر واشتريت عنوان URL وقد أقوم بحملة كيكستارتر وعندما أسأله هل زرت البلد التي ستركز عليها مؤسستك غير ربحية؟ يقول نعم قضيت أربعة أيام هناك ذات مرة هل سبق لك العمل مع منظمة موجودة بالفعل على الأرض هناك؟ لا لماذا؟ حين يحدث ذلك توصل إليهم أن يتطوعوا أولا أنا أتمنى منك أن تبدأ مليون منظمة غير ربحية أن تبدأ مليون عمل أن تبدأ أشياء كثيرة مختلفة ولكن لا تحرص بشدة على السير مندفعا عبر ميدان الإتقان الذي ترفض تطوع فيه حيث أظن بعض منا أن ستة أشهر من التطوع ستؤخرنا عن حلمنا لكننا مخطئون بشأن ذلك العمل التطوعي لا يبطئك بل يسرع من وطيرتك فإنه يمنحك التعلم الذي سيصبح سمينا جدا بمجرد البدء فيما تريد الانطلاق فيه ويعلمك دروسا في وقت لا يكون فيه مستقبلك على حافة الحزربة هل أنصحك بترك عملك اليومي اليوم والتطوع لستة أشهر؟ لا أنا أقترح أنه في ميدان الإتقان ممكنك بس للجهود واعية ومدروسة للعصول على الطريقة للتطوع لا يجب أن يكون التطوع في أمور مثل تزوق حساء الطبخ مثلا تخلص من تعريفك القديم المصطلح تطوع لأن التعريف الجديد له هو أي نشاط يطيح لك مقايدة الوقت مقابل الخبرة ويمكن لذلك أن يكون أي شيء تقريبا هل سأراض صديقي جيف جوينز أن يكون مدونا رائعا ولذلك بدلا من مجرد التركيز على مدونته أنشأ قائمة من المدونات التي قد ينشر أخبارا عنها وقد كتب لأكثر من عام مشاركات للمدونات الأخرى مجانا هل أصبح أفضل في التدوين؟ بالتأكيد هل أدى تدوعه إلى تكوين علاقات رائعة في مجتمع المدونات؟ قطعا هل نمت مدوانته الخاصة الرائعة نتيجة لتطوعه؟ نعم بشكل ملحوظ هل سيحدث ذلك معك أيضا؟ بلا أدنى شك